اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا احنا ما صورناش كليبات بس عشان نصع هدي افكار وكانت اخرج ياسمين قدري اللي هي موجودة معانا دلوقتي بتصور اصلا متوضعة جدا متوضعة جدا مخرجة بتحب انها تشتغل كل حاجة بايدا فكرتها وتنفذها والموضوع حلو قوي اتمنى ان بجد كل الفنانين ينفذوا الفكرة دي يعني ما يتعاملوش مع صورة وينزلوا لا الموضوع يعني تحضير شوية ومش مجهود على الفنان يعني انك تقدم حاجة بالكواليتي دي للجمهور فاتمنى ان كل الفنانين يعملوا كده افكار على لانه هتبقى يعني حاجة دسمة يعني للجمهور يعني هو ما كانش تصوير كل اغنية عملنا لها فكرة بسيطة ما فيهاش ملامحي واضحة فيها حاجة باينة فيها يعني مميزة فيها مثلا ما عرفش يعني بس الحاجات لكل يعني ده شغل المخرج يعني هو اللي بيشوف الفنان انا في الاغنية دي انا عايز اباين بس ايدك لو مثلا في عندك حسنة في ايدك مثلا الناس واخد بالها منها فاباين بس الموضوع ده وانت مثلا بتقرأ جورنال والاغنية شغالة كلمات بتطلع باش اشكال مختلفة فهو ده كانت الفكرة ما نزلتش مع الالبوم نفسه لانه كان فيه تأخرنا للأسف موضوع كان فيه شوية شغل مجهود وغرافيكس كتير هو ده اللي خلنا قلت لا مش هينفع نحنا ننزل لغاية ما نبقى مقتنعين فدلوقتي بنزل روتانا كل كل يومين بنزلوا ثلاثة أغاني أربع أغاني كده يعني هصور أغنية واحدة هصور عايزة أقرب دلوقتي والأغنية التانية تتصور لسه مش عارفة دايما روتانا مظلومة يعني ما تقدرش الشركة انها تزعل المطرب في النهاية انت بتعمل اللي انت عايزه يعني هل فيه ينفع أغنية تنزل أنا مش حباها ولا ينفع ينزل الالبوم في وقت أنا مش حباها لأ مستحيل ولا ينفع صورة تنزل وأنا مش موفق عليها فبصراحة يعني هو الناس طبعا يعني مالهمش في التفاصيل دي يعني اللي بيعرفها هم الناس الفنانين غالبا أو القريبين قوي يعني من الفنان اللي بيشتغلوا معه بس حاجة لطيفة لما بلقي الناس انه دايما بيلتمسوا لعذر الفنانهم وما بيردوشهم ما يعاتبوا الفنان نفسه والله دي حقيقة حقيقة وانت مسدقها طبعا وانت مسدقها هل ينفع مطرب يفرد رأيه على او الشركة تفرد رأيها على مطرب كبير انا كنت طلعت في برنامج في عهد القنوات وكان متشاف قوي برنامج جليجة مهرية كبيرة فاللقاء تشاف كويس انا كنت بهذر برنامج صورنا كثير يعني صورنا مدته ساعتين وصورنا اكتر من اربع ساعته فطبيعي يحصل فيه مونتاج فجابوا الحتة اللي انا بقول انا زعلانة من سعيد انا زعلانة منه عشان فيه انا بريدش في اغنية بحبه وشاله غنتها لانه حبيت انه انا مش هطلع برامج كتير فحبيت ان انا فيه شوية من كواليس الالبوم كواليس بلاوي طبعا بس قلت انا يعني من الحاجات اللي هي حصلت ان انا شلت مثلا كزا بس هلت فتكر لو انا فعلا رفضة انه يعني رفضة الرأي سعيد مثلا كان هيعمل كده لا مش هعمل مشكلة عشان مقطع صغير يعني ده فيه اغاني وكلها بتتشال يعني من الالبوم الصحافة شوية بلغت في الموضوع لانه كمان انا برضو كنت مختفى الفترة اللي فاتت وما كانش لاي تواجد على الصحافة لأن هذا الألبوم يجب مني مجهود كبير في شوية أفكار نفذناها في تصوير الأغاني فده اللي خلاني بعيدة عن الصحافة أنا مش مؤمنة بالموضوع ده خالص لأنه أنا أول مرة جيت مصر كان تقريبا في صيف شهر ثمانية كان نازل ما لا يقل عن خمستاشر ألبوم كلهم نجوم كبر الخمستاشر نجحوا دخالي فالسوق المصري سوق كبير ومهم والناس والجمهور يستوعب أكتر من عشر ألبومات مش ألبومين يعني فالكلام ده مش ما ينفعش أنه فنان ينجح على حساب فنان لا لو أنت ألبومك احترمت في جمهورك سيقدروا لو أنت تعاملت باستهدار مع الجمهور ونزلت حشية ألبوم الناس هيقبلوه بالتجاهل أي حد هيكلم عن الموضوع ده بجد هيبقى فيه ظلم للفنان والشركة لأنه فيه اتنين بس اللي عارفين جنود العقد أتحد أي حد أنا شخصية محدش ما مش شاف عقدي ما هو ما شافيتوش العقد كان بيني وبين الشركة وما فيش حد شاف التفاصيل والمحامي قطعت علاقة بيها شار ما يفضحنيش ممكن أكون أنا واخدة أكتر من فنانين تاني فدي زعل فنانين تانيين ممكن طبعا يعني ممكن يكون أجري أغلى من مثلا 80% من مطربين الشركة يعني عشان هتعمل معي مشكلة أنسالها مليون حاجة اللي هو كويسة؟ لا شكرا شكرا ما اتفقناش ربنا وفاك رب لا طبعا استحالة أنا مش عامل كده أبدا ووارد أنه يحصل مشاكل مع أي شركة بس لغاية دلوقتي أنا الشركة دي ما شفتش بنا غير كل احترام وما قدرش أن أنا أستغل اللي بيحصلوا وأكسب تعاطف الناس لأنه تعاطف كله ضد شركة روتانا وأنا عمري ما هكون بالأخلاق دي أبدا أبدا ربنا وفاقهم أتمنى أنه فعلا إحنا اللي اتنين بنحبهم روتانا وعمر دياب وأتمنى فعلا أنه الخلاف يخلص لأنه اللي اتنين خسرانين اللي اتنين كانوا عاملين نجاح كبير واللي اتنين بيضيفوا لبعض وفي النهاية مش هقول بينه بينك يعني ولا روتانا خسرانا ولا عمر دياب خسرانا اللي اتنين كبار والاتنين مش محتاجين ولا الامج ولا الفلوس ولا حاجة ربنا يزيدهم بس هو الجمهور دايما هو في النهاية اللي بيتأثر لما بيحس أنه فنانه المفضل عنده مشاكل فده في ناس متعلقة بعمر دياب بجنون يعني عايشين مع المشاكل كأنه هم حد من أهل بيته فده اللي بيصعب عليها الناس الجمهور اللي هم بيحبوا الفنان احنا اللي اقوى وحدة فينا مشكلة هف ضعفها واحنا اللي اضعف وحدة فينا فيها قوة ما تتحكيش عبنا ومزيتنا ان احنا فينا الحاجة وكمان عكسها ساعت بيعمينا الطمع وساعت بنرضا يدوب نعيش احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة وكتر بتكسر نفسنا مستقوين من قدر خوف دمن السنين عايشين نداري في ضعفنا لا طولنا قوة ولا طولنا ضعف عايشين بنرقص عالسلالم كلنا انا صورت فعلا ان الاغنية مع الممثلات كلنا بنمثل مع بعض يعني مش حتى حصل ملاحظ لا بصراح وما كانوا هينزلوا قبل برضو كانوا هينزلوا اجهزة نص السنة نلحقوش وحنا كونا هينزل في راس السنة ملحقناش وتقابلنا الحمد لله كانت صدفة حلوة يعني يوم الثاني مخصص للتصوير يعني تصوير الاغنية حبيت جو الممثلات مع بعض بتبقى العلاقه قريبة قوي يعني بيبقوا بيعرفوا بعض وتفاصيل حياتهم وبيحبوا بعض التمثيل بيقربهم من بعض بيبقوا صحاب يعني غير المطربين احنا ما عندناش فرص كتير عشان نتقابل يعني فانا حبيت ده بس التمثيل نفسه ما حبيتوش حقيق لانه حسيت انه صعب يعني في المجهد الممثلات مثلا بيقولي الغنى مجهد لو في حد حضر مثلا تاكل غنى زي المخرج والمنتج الفيلم قال لي برضو كده صعب قوي صعب الغنى يعني تفاصيل الاغنية عشان تخلص بس انا بيتبقى بالنسبالي حاجة عادية جدا وانا دخلة غنى عارفة انا اعمل ايه واللي قدامي عارفة وعايز مني ايه فعل طول يعني حتى لو قعدت سبع ساعات بغني وش بحس بالوقت نفس الموضوع عند ممثلات لما قلت له انتو ازاي عايشين الحياة دي قال لي ده عادي ومبسوطين يعني فلازم تكون بتحب التمثيل قوي عشان تمثل بعد اللي شوفتوه في التصوير كلهم جامدين جدا وابطال وكلهم بيشدوني تمثيل صعب قوي الحاجة اللي انا فكرها كويس واللي هتفضل ذكرت طول حياتي هو عيد ميلادي حتى فاجئوني بعيد ميلادي لانه عادتها مش بحتفل بي فاتفاجأت وانحنا بنصور لقيت المخربة اللي دي اه بس وانحنا بنصور قمت اتفاجأت بقى كلهم قاعدين والاحتفال وكده مبسطت قوي فدي من اكتر الحاجات اللي يعني بفتجارها في التصوير وكواليس حقيقة ما كانتش كثيرة لانه كان برد قوي فلما بينكون قف ما بينش منصور كل واحدة في قضيتها متغطية لانه برد كان فضيك الجو للاسف وحش قوي بس يعني مطربين كتير مثلوا ونكحوا اه ونكحوا كل حاجة وحسيت انه لا هم مكانوش بيمثلوا بقوا بيممثلين شطرين قوي بس الحقيقة ولا مرة حسيت ان انا محتاجة أمثل او حد فتح نفسي للتمثيل هو بتعرض علي كتير تمثيل قبل اللي اختشوا وبعد اللي اختشوا فالموضوع مقجله شوية لسه ما انا مش جاهزة حتى نفسي انا ممكن يبقى كل تجربة في حياتي او اتنين يعني مش غلط حتى لو مكنتش حلوة قوي بس لازم واحد يجرب يعني قبل ما ياخد قرار زي ده فاحتمال كبير انا اجرب تمثيل بسهو مش دلوقتي اكيد لازم يكون حاجة ابداعي يعني تبقى حاجة جديدة علي حاجة تشديني مش حاجة في الدماغ لو حاجة في الدماغ يبقى الموضوع سهل في مليون فكر عايزة طلع البنت الرومانسية عايزة طلع البنت الفقيرة اللي هي الموكفحة عايزة طلع حاجة افكار كتير بس انا مش عايزة كده انا عايزة فكرة اللي هي متبقاش في بالي حاجة اللي هي تشديني وحس انه حاجة جديدة بدل تغني اغنية شوية جريئة في اسلوب الغنى عايزة البنت اللي هي الشقيقية الجريئة اللي بتغني مصطلحات مش متعودة عليها وانا مش متعودة عليها حتى انا شخصيا يعني عمري في حياتي ماضي خيالتنا انا اقول ما بتسبتش فاقول تعفونا احمد ربنا ان انا معجبة بك اصلا ما تمثلش احمد ربنا اني تسبت انا اصلي ما بتسبتش وانا يعني عشان حبت تتقل وتعمل لي ما حبتش وانا متأكدة انك مش كده وفي حب انت دايب وش بطل تغني وتعيش عليها بدل معيش انا كمان عليك عامل لي قد ايدك في ضي وانا شوق نار ومسكة في ايديك هو انت اطلت حب زي دانا يا ابني ما عدش حد زي انا فرصة يا ام هتلحق يا راحت عليك ويحمد ربنا ان انا معجبة بك اصلا ما تمثلش اصلا ما تمثلش في الوقت التاني بيبقى فيه اغاني خاصة ما بتنزلش للناس هي بتبقى اغاني الافراح او اغاني الشعراء اغانيهم ما بتنزلش للسوق بس بيسمعوهم فده عادي فصدفة يومها ان كنت في الستوديو وسمعت اغاني خليجي احب طبعا اغاني خليجي لانه جمهور تاني ورغم انه بيوصلهم الفان المصري اغاني المصري بتوصلهم بس مش بنفس القوة اغانيهم بس في الدرجة الاولى احب اغاني مغربي طبعا لانه انا بقالي كتير قوي ما اغانيتش مغربي من زمن يعني من وانا طفلة فيمكن دي اكتر حاجة شغلاني وبفكر فيها يعني هيبقى بعيد عن اشكال اللي هي موجودة اللي هي ميكس بين الخليجي والمغربي والراي شوية فانا انا صعب ان انا اغانيت برضو لازم افكر كتير قبل ما اغاني مغربي لانه انا وانا في المغرب كنت بغاني اغاني مصري شارقي ما كنتش بعتقن الاغاني الراي مثلا بس كل النكحين دلوقتي غنوا شعبي مغربي وغنوا راي فهم اشطر مني في الحتة دي انا لازم افكر كويس قوي قبل ما اقدم اغنية مغربية هيبقى في عندنا اغاني هتتصور فمش هنزل اغاني جديدة ولسه في اغاني قديمة هتتصور هننزل بيها كأنها جديدة فصعب لا مش عارفة يعني في اغاني كتير حقيقة سجلتها وقلت حرام يعني اغاني حلوة لازم تنزل للناس وللأسف لغاية نهاردة ما نزلتش في اغاني بقالها عشر سنين معاي ما نزلتش مش وقتها يعني خلاص بيشغالة في الالبوم الجديد فكل تفكيرك في الاغاني الجديدة في الاغاني القديمة دي ببقاش ليها مكان في الالبوم أو لقيت احلى منها يعني كل ما بيبقى عندك وقت كل ما بي يعني كل ما بتعملي اغاني جديدة كل ما بتخدمك التكنولوجيا كمان يعني بتلايق إنه لا في حاجات تانية في يعني في آليات حديثة ظهرت خاصة في المزيكة فبقى أقول لا ما دارش أنازل أغاني قديمة بتقدم بتقدم على المستمع مش مستبعدة الموضوع ده لما حس إن أنا مش ببقى مبسوطة وأنا بغني لازم أعتزل فوراً لما حس إن أنا مش قادرة أقدي للناس لابقى لازم أعتزل لازم بقى عندي شجاعة إن أنا أعترف لا الناس مش بقيتش قبلاني مش كده ما بقوش قبلون لأنه زي أولاً لأنه أنا بقيتش قادرة أديهم لهم ما عايزينه بس في أكيد طبعاً يعني هتزل فوراً الحاجة اللي ما بتنزلش عنها مهما كان في كل الصفات الحلوة وناجح ومنقان مكويس ومحترم وكل الصفات بس لو أنا مش بحبه لا استحالة يعني أنا بالنسبة لحب رقم واحد بعد كده نبص الحاجات الثانية هل ينفع استحمل هؤلاء العقلانية برضو الحب الواحدو مش هيخليني أضعف إن أنا أتنازل عن عيوب وحشة يعني بس أنا خاصيت على مدة طويلة شوية يعني في سنة تقريباً نزل 8 كيلو في ناس بتنزل 8 كيلو في اليوم يعني أدوية والدعاية والحاجات دي لأ أنا ما تبعتش مع الدكتور أو عملت النظام غذائي أو حاجات ما عملتش تخالص أنا خاصيت بالراحة بالرياضة وأنا كان عندي مشكلة طول عمري إن أنا بحب الملح قوي بأكل ملح زيادة يعني فالموضوع ده كان بيخليني بأكل كتير لما قللته ما بقيتش بأحب الأكل ما بحبش طعم الأكل فبأكل كميات قليلة قوي اللي هو أنا محتاجه بس فصحتي فرقت في كل حاجة بقيت حاسة إنه فعلاً كان بيدريني جداً أنا للموضوع ده والغاية دلوقتي خلاص تعودت الأكل من غير ملح بحاجات بسيطة وبس وخصيت فعلاً بنفس الكلام ونفس الطريقة بنتقابل للمرة الكاب وكمان تقريباً أسئلت لي يا معتادا أنا عملا إيه هو إزاي وأخباري وفيني مفيش كلمة زيادة أيام بتعدي وبتيجي في ظهراء أيام يا مشاهد مقررة وأنا معاها يا ما شفتها بنفس الترتيب ولا أل ولا زاد حاجة فيها يا لحي فرق إنساني أو إنساء وشوشة الموقع الفني الأول في مصر رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل الإشراف العام أحمد الهواتي www.washwash.org